طب يعني ايه موسم الأمحة يا جماعة السنة دي ما تكررش من 40 سنة دا اسمه كلام مش معقول لازم نقول كلام غير دا لازم نقول انه موسم الأمحة دا عادي لازم نقول انه أقل من العادي عشان بعض الناس تفرح هو ايه كلام اه هو موسم الأمحة السنة دي لم يتكرر من حوالي 40 سنة أعلى معدل توريد الدكتور محمد القرش المتحدد باسم وزارة الزراعة أهلا بيك يا دكتور أهلا بحضراتك يا فاني إزاي الصحة يطمني على الأمح الحمد لله عام استثناء من سنة دي في مصر في مجال الأمح احنا نتكلم الحمد لله ان الدولة ادرت ان هي لأول مرة نزرع ما يتجاوز مساحته 3.6 مليون فدان تقريبا دخين على 3.7 مليون فدان وده في حد ذاته طفة كبيرة في حجم المساحت المنسارعة في الأمح كمان في عندنا زيادة في انتاجات الفدان وده أمر ايضا في غاية الأهمية الحمد لله السنة دي متوسط انتاجيتنا يعني المتوقع بتاعه ان هو يتجاوز 18 لـ 20 أرداب وده الحقيقة رقم مميز جدا او رقم مهم جدا ده نسمعت ان في بعض المناطق هيوصل لـ 22 أرداب كمان طبعا وارد ان نتجاوز هذا الرقم الحامل واشتراك كلها بتبشر بالخير احنا شايفين يعني متوسطر وشوفنا ناس بتحصد 25 و 27 أرداب و 28 أرداب فالحقيقة أرقام مهمة جدا ولكن احنا متكلم على المتوسط العام اللي ممكن يكون موجود بشكل عام على العموم الجمهورية وده بيبقى بشكل إحصائي ممكن نزيد ان شاء الله ونتمنى ان احنا نزيد ويا رب ان شاء الله مع الجهود اللي موجودة واللي جدلت دولة المصرية انفقت مئات المليارات فيما يخص مجال القطاع الزراعة بشكل كامل تطوير الرأي اشتغلنا عليه مزياد مساحة مزارعة اشتغلنا عليها تطوير نظم الزراعة اشتغلنا عليها تطوير وتحديث التقاوي اشتغلنا عليها التواجد مع المزارعين وكسفنا تشجيع المزارعين من خلال تحفزهم باسعار مناسبة الدولة سعارت سنة دي الامحة قبل الموسم بزيادة كانت 100 جنيه عن السنة فاتت ثم حافز اضافة 65 جنيه فالحقاة الدولة ضخط مئات المليارات لتدعيم القطاع الزراعي وخصوصا موضوع الامحة الامحة مهمة جدا بيمثل عصب يعني من عصب الامن القومي او الامن الغذائي للمواطن المصري فالأولوية مهمة جدا ما فيش مائدة غير وموجود عليها الملح الامحة بشكل كامل ومتواجد بأي صورة من الصور فالأولوية أولى بالنسبة لنا وده بيخلينا ان احنا نتشجع وان احنا ندخل استثمارات مشروع تشك احنا شايتين اللي حصل فيه شوفنا بعنينا اللي بيحصل من الحصار ان شاء الله السنة الجاية يكون افضل كمان من هذا العام ويكون في زيارة في المساحات المنزارعة كمان مشروع الدولة الجديدة مشروعات تعديدة في كل قطاعات الزراعة كل ده بيدي ثقل وبيدي طمأنينة للمواطن المصري حتى كمان مش بس الزراعة يعني الزراعة بحد ذاتها ان احنا نحط البذرة في الارض ونحصدها ده خطوة مهمة جدا لكن كمان سلسلة الامداد والتوريد اللي بتبقى موجودة لما بزود عدد النقاط اللي بجمع فيها الامح وبزود الصوامع اللي بخزن فيها وبعملوا بتقنيات اقلل اللي نسرع الهادر فيها وبعمل بدل الفلاحين فلوس بتاعتهم فورا كل الكلام ده دي من سلسلة الامداد الدولة كمان استثمارت فيها ما سبتهاش برطي طبعا طبعا ما فيش خلاف طبعا ده اظنه كمان بجانب انه مركز البحوث الزراعية بيبقى شغال على قدم وساق عشان يطور الفصائل الجديدة بتاعت الامح فتعلي من معدلات الانتاج يعني خلينا اقول لحضراتك ان في اخر الفترة الاخيرة دي فقط احنا نطلعين خمس اصناف جديدة من الامح او بتقدر تتحمل ظروف مناخية مختلفة وطبعا ده مع توجهنا لمناطق جديدة نزلحها فكل لابد ان احنا يبقى عندنا مثلها دي التقاوي ايضا عندنا تقاوي بتدي انتاج اعلى وشوفنا متوسطات بتزيد بشكل كبير جدا عندنا تقاوي بتدي مقاومة الافات وده بقى واضح جدا في مقاومة الافات كل دي من منظومات التقاوي كمان احنا بدأنا ندخص مرة كبيرة جدا في ان نشجع الفلاحين على ان هم يشتروا تقاوي تازاجة يعني تشيروا التقاوي اللي هي المعتمدة من الادارة المركزات التقاوي احنا عملنا تخفيق كبير جدا على اسعار التقاوي عشان نشجع الفلاحين هم يردوها لان كمان هي بتدي لهم يعني لما يجيب يقلل من الكثة عنده ويبدأ يشتري التقاوي الجديدة او يجيب التقاوي الجديدة المعتمدة هديها تدي له لوحدة اتنين او ثلاثة ارداب زيادة عن المتوسط الطبيعي اللي هو كان ماشي به من غير ما يعمل اي مجهود وبالتالي يكسب اكتر عالو وبالتالي يكسب اكتر وبالتالي يكسب اكتر وها مش اربح اكبر فكل دي خطوات الحقيقة نفذناها كمان نظام ازراع المساطق اللي بدأنا نعممه وبدأنا نشتغل عليه اكبر بشكل اكبر الفترة الاخيرة وده من النظم المهمة جدا اللي من خلاله يقدر يقاوم الظاهر المناخية المختلفة ويبدأ يقاوم ويبدأ يتحمل ظروف الاجهات اكتر ويبدأ يدي انتاج اكتر ايضا للفلاح فالحيات الدولة في كل مراحل وفي كل ما يخص خطاع الزراع الدولة مادة ديها واشتغلت وبتحاول تساعد الفلاح وبتحاول تقدم كل ما لديها من امكانيات للفلاح المصري ولدعم الفلاح المصري ولتصوير انتاجية الفلاح المصري وان شاء الله ربنا اكيد هيكلل تعبنا بالفير وان شاء الله مع استدامة هذه الجهود ان شاء الله نصل الى النسب اكبر من نكون يعني قادرين ان احنا نربي احتياجات المصري باذن اللي انا بشكرك جدا جدا دكتور محمد كل شكرا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة